مصلحة الأحوال المدنية عاملة جهضة عبقري ما عرفش الناس حاسة بيه ولا لأ أنا مرة قلت إن الأحوال المدنية في مصر أحسن من فرنسا الناس ما صدقتش لا لا حقيقي شفت والله ما شفتك يا دكتور خاني والله ما سمعتك يوميها يعني لكن فعلا عاملة جهضة عبقري ليه؟ يعني ليه يا جماعة إحنا دايما عندنا جهاز واحد بيبقى شغال كويس جدا وبعدين أربع خمس روح خد بقى إيه اعمل مش أنت محامي أربع وحد وثلاث وخميس قاعد في الشهر العقاري آه عامل أبليكيشن عشان تحجز بس في ستة غلبانة بتلبس سود كده جاية من الفلاحين عندها قضية نفقة ولا قضية تطلق ولا بنتها من العفشها تعجز عليه عايزة تعمل توكيل خالد أبو بكر هتقعد أسبوعين مش تعرف تعمل لك توكيل بجد لأنها هتروح هتلاقي الناس اللي حجزوا عبر الأبليكيشن اللي هم بقى ممكن يكونوا يعني ناس يعني مستوى فقافي عالي شوية ولا حاجة عرفوا يحجزوا فراحوا خادل معاه دخلوا عامل التوكيل في عشر دقيق ومش فتيجي مصلحة شاركة دولدانة التوكيل بياخد عشر لا يا حبيبي في حد تاني بيقعد عشر تيان مش عارف يعملوا حل المشكلة دي إهانة المواطن المصري في المصالح الحكومية يجب أن تتوقف ليه؟ لأنها توقفت في أماكن أخرى صاحب